احداث الجنوب اللبناني انعكست على العالم كله بلا استثناء لدرجة ان احنا شفنا توطرات وتصاعد للاحداث وحروب اشتعلت ما بين دولة الصين وامريكا بسبب ذلك الذي قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي في قلب جنوب لبنان في ذات الوقت اللي مصر بدأت تدقى اجراس الخطر لدرجة ان الرئيس المصر عبدالفتاح السيسي اطلق حزم التصريحات مهمة جدا يحذر فيها مش من اشتعال المنطقة فقط لا غير ولكن من اشتعال العالم كله التدعيات تستحق وقفة وهو ما قررنا ان نفعله خلال الحلقة دي لكن قبلها شير ولايك للفيديو ده وكمنتك الجميل انا احمد عبدالعادي وانت من حقك تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجرى اتصال هاتفي برئيس الحكومة اللبنانية نجيب مقاتين خلال الاتصال الهاتفي ده اجرى الرئيس المصري مباحثات عديدة للغاية مع رئيس الحكومة اللبنانية في نهاية اللقاء الرئيس السيسي اطلق تصريحات مهمة للغاية تنقلتها وسائل الاعلام الدولية واكدت ان الدولة المصرية تحذر بشكل حاسم جدا من اشتعال المنطقة الرئيس عبدالفتاح السيسي اكد على تمسك مصر رفض اي مساس لسيادة لبنان وامنه وشدد على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لاطلاق النار بكل من لبنان وقطاع غزة وشن حملة هجومية شرسة على المجتمع الدولي واكد ان المجتمع ده لم يطلع بمسؤولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الاراضي الفلسطينية ولبنان وحذر من ان الوضع الحالي بيهدد بنزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد بما يدع الاستقرار والسلم الاقليميين والدوليين على المحاك ما فيهاش قولان اللي بحصل في قلب قطاع غزة اللي بحصل في قلب جنوب لبنان تداعيات الاحداث الممارسات الاسرائيلية التزام المجتمع الدولي وكله الصمت ازاء هذه الكارثة بيهدد الامنة والسلم الاقليميين ثم الرئيس عبد الفتاح السيسو انطلاقا من دور مصر وجه بارسال مساعدات طبية واغاثية طارئة للبنان بشكل فوري تضامنا مع الشعب اللبناني ومؤكدا استمرار دعم مصر للبنان على جميع الاصعيدة طبعا رئيس الوزراء اللبناني ثمن الموقف المصر الداعم للبنان والدولة اللبنانية واستعرض نتائج الاتصالات التي تجريها الحكومة اللبنانية لاحتواء الموقف مش بس على مصار الرئيس المصري ورئيس حكومة لبنان فقط لكن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اكد على ضرورة اطلاع مجلس الامن الدولي بالمسؤوليات بتاعته واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يؤدي في النهاية لوقف الحرب المشتعلة وتحقيق وقف فور وشامل ودائم لاطلاق النار في كل من غزة ولبنان وتجنيب المنطقة الانزلاق الى حرب اقليمية مفتوحة ده اللي قالته مصر وده التحذيرات اللي اطلقتها الدولة المصرية على لسان الرئيس وعلى لسان وزير الخارجية المصري على المصار الايراني لان الكل طبعا بيترصد ايه اللي هيحصل او نتائج ما حدث في قلب لبنان من تداعيات وانعكسها على دولة ايران على مستوى دولة ايران فجئنا بان جريدة النيرك تايمز الامريكية نشر التقرير كشفت فيه السطار عما يحدث على المصار الايراني قالت ان فيه اجتماع للمرشد الايراني علي خامنئي اللي اجتماع ده كان طارق عقب مقتل حسن نصر الله واللي شهد انقسامات حول كيفية الرد انرد ازاي محافظون قالوا ان ايران بحاجة لتوجيه ضرب الاسرائيل فيما رأى الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ان ايران لا يجب ان تنجر الحرب اوسع نطاقا واشارت الصحيفة الامريكية في التقرير بتاحها نقلا عن المسؤولين الايرانيين الى مخاوف بايران من توجيه اسرائيل ضربة مضادة للبنية التحتية بالبلاد حيث اكدوا ان ايران لا يمكنها تحمل ضربة اسرائيل اللي هتكون مقررة على البنية التحتية بتاعتها لكن مصدر بالحرس الثوري الايراني قال سنساعد حزب الله بتسمية من سيخلف نصر الله واولويتنا اعادة بناء شبكة اتصال امنة لحزب الله وقال المصدر الاولوية الان لتشكيل هيكل قيادة لحزب الله لكن وجئنا على الرغم من تقرير الصحيفة الامريكية دي نقلا عن مصادر ايرانية وعن قيادات ايرانية بالحرس الثوري الا اننا فجئنا بان رئيس مجلس الشورى الايراني اللي هو البرلمان محمد باقر قلبيف قال في تصرحات رسمية ان فصائل المقاومة ستواصل مواجهة اسرائيل بمساعدة ايران وقال لن نتردد في الزهاب الى اي مستوى من اجل مساعدة المقاومة هو ده بقى الواقع العاملي بس ايران بتتعامل بعض الناس بتقول ايه ايران وبتدعم الازرع بتاعتها ازرع من يا ابو ازرع حزب الله اللبناني مقاومة مقاومة في مواجهة الكيان الاسرائيلي حركة حماس مقاومة حتى لو اختلفنا معاها على الرغم من ان على المستوى الخاص انا مختلف مع حركة حماس والقيادات بتاعتها لا اسباب كثيرة للغاية عددناها في مراحل سابقة لكن في لحظات التحديات لا يمكن بأي حال من الاحوال ان كنت تقول اصطر مختلف مع المقاومة الفلسطينية لان هذه المقاومة تمثل الدعام الرئيسية للقضية الفلسطينية حتى وان اختلفنا مع حركة حماس كحركة مش قوى المقاومة الفلسطينية فاحنا في اللحظات اللي زيدية لا دي جزء من المقاومة الفلسطينية وتمثل الشعب الفلسطيني حتى وان اختلفنا معها وبالتالي حركة حماس مقاومة فلسطينية حزب الله اللبناني مقاومة في مواجهة الكيان الاسرائيلي حتى المقاومة اليمنية مش الحوثيين بقى عشان الاشقاء في اليمن ما يزعلوش مننا لان احنا لما كنا بنقول نقلا عن وسائل الاعلام الدولية ان الحوثيين وجهوا ضربات للكيان الاسرائيلي فزعلوا وبيزعلوا يقول لك ما احنا كلنا مقاومة مش حاجة اسمها الحوثيين الحوثيين جزء من مقاومة الشعب اليمني عاش شعب اليمن شيء رائع ونتمنى من الله العلي القدير ان دولة اليمن ترجع مرة تانية ونطلق عليها كما كنا نطلق عليها واحنا صغيرين اليمن السعيد ويا ما تربينا على القصص والاسطير والتاريخ اليمني الرائع جدا في درجة العبد الفقر الى الله انا قريت اكتر من حوالي 200 كتاب من الاساطير اليمنية والتاريخ اليمني القديم عاشنا وتربنا على هذا التاريخ وبالتالي استجابة للاشقاء في قلب دولة اليمن المقاومة اليمنية دي بتمثل جزء من المقاومة في قلب المنطقة العربية بتؤدي دور رائع جدا وبالتالي ما تقدرش انك تتقول اصل ايران تخلط عن المقاومة او تقول اصل ايران بالدعم الازرع بتاعتها طيب ما هي مصر بالدعم القضية الفلسطينية هل معنى ذلك ان هي بالدعم ازرع في قلب قطاع غزة مثلا ولا حاجة ابدا ده دور الدولة المصرية كذلك ايران كتر الله خير دولة ايران ما تقول ليش بقى اصلي ومحاولات التدخل والمجوس ومش ايه يا حج انت في ايه زي ما احنا بنشوف في بعض التعليقات يهل انت بتعمله ده يعني هل نسمح واحنا في مصر حد يجي يقسمنا اصل دول صعيدة اصل دول فلاحين على الرغم من تقسيمات جغرافية لا المؤاخزة الصعيد رجالة الفلاحين محترمين القاهرة ناس متفتحين كل واحد لومة زياء هتقول لي عيب ما احنا كلنا فينا عيب هتقول لي لا اصلهما بيقولوا بيسوق ابعد ده كل الله يخليك في لحظات الحرب الكبرى حياة ابوك يا شيخ خلينا نتوافق فيما نتفق عليه ليه لان هذه الفتن الذي يثيرها هو العدو المشترك عدو يدق الابواب جميعا ما تقعدش تقول لا 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 اصلا انا مش قادر اتفق مع فلان الفلان لان هو بيتكلم وبيقول على حرف الجيم جيم ايه ده انت بتهرم انفعش عدو مشترك انسى خلافاتك لانك انت لو منسيتش خلافاتك غصبا عنك انت واللي يتشدد لك هتتفرم تحت جزمة العدو يبقى الصح نتوافق فيما نحن متفقين عليه ونبعد الخلافات هذه نفس المسألة وبالتالي ما تقوليش ايران والازرع لا دي مش ازرع لاي دولة ايران بتدعم قوى المقاومة في قلب المنطقة ما تتشملل وتتشطر واتدعم انت كمان لانك انت لو فقدت القضية الفلسطينية لقدر الله انت هتفقد شرفك انت كمان في قلبي دولتك اكلتك اكلت يوم اكل الثور الابيض وبالتالي على الاقل بيدفعه عن قضية عادلة دعمهم عشان هيجي الدور عليك فهو دلوقتي حضرتكم دولة ايران بتبحث الاشياء طيب ليه ما دربتش هو مطلوب ان دولة ايران تعلن الحرب الكبرى بص يا جماعة دولة ايران في هذا التوقيت في مرحلة مهمة جدا وانا على المستوى الخاص انا مقتنع بكل تحركات وتصرفات دولة ايران لان هو تصرف زكي جدا لان دولة ايران حاليا بتتبلور وبتبلور قوتها النووية بحيث ان هي لما تدشن القوة النووية بتاعتها ديت بشكل رسمي في هذه الحالة ما فيش كلبها يقدر يهوب من دولة ايران ومش هيقدر في مرحلة تالية يهوب من دول المنطقة لان اصبح هناك دولة اسلامية تمتلك القوة النووية قريبة الينا جميعا حتى وان كنت بتختلف معاها وبالتالي دولة ايران في تصرفاتها الحالية انا قدامي حلين انا كدولة ايران يا اما انجر الحربة اقليمية وبالتالي سوف اعطي المبرر لضربات في البنية التحتية ومن ثم ضربة هتكون موجهة للبرنامج النووي بتاعها والتحركات الاقتصادية العملاقة اللي بتتحركها وبالذات في المرحلة الاخيرة يا اما تحافظ على قوتها بشكل زكي وبشكل دبلوماسي بحس ما تنجرش لحرب كبرى لا يعلم مدها الا الله لحد ما ترتب اوراقها هو ده اللي بتعمله الدولة المصرية وعملته في ملفات حساسة جدا زي ملف سد النهضة يعني ملف سد النهضة نموزجا كان خلال السنوات اللي فاتت والدولة المصرية كانت ضعيفة كان هناك محاولات لجر مصر لحرب لا يعلم مدها الا الله على الحدود في قلب سيناء في قلب دولة ليبيا في قلب دولة السودان في اثيوبيا كان سهل جدا ان مصر تنجر وبالتالي كانت هتغسر كتير جدا دلوقتي بعد مرور 12-13 سنة بعد ما مصر رتبت اوراقها على افضل ما يكون الجيش المصري موجود في قلب دولة الصومال وعلى حدود دولة اثيوبيا حفاظا على الممرات الملاحية وحفاظا على استقرار القرى الافريقية وحفاظا على امناها القاومين في السابق ما كانش تقدر تعمل كده هو ده اللي بتعمله دولة ايران طبعا بسبب التدعيات التي حدثت البيجر 3000 بيجر وتفجيرهم تفجير اجهزة الاتصالات اللاسلكية الموجودة في ايد عناصر حزب الله هذه التفجيرات قدت الى فتح بوابات جهنم واشتعال الحرب ما بين دولة الصين وامريكا يعني لما دولة الصين شافت انفجارات اجهزة البيجر بشكل زكي جدا معنى ذلك ان اسرائيل بدأت تلعب من فترة في الاجهزة الالكترونية ايه اللي حصل دولة الصين حذرت الشعب الصيني من الاقبال على السلع الغربية لانها وفق التحذير الصيني لم تعد مضمونة بعد تفجيرات اسرائيل وان هي ربما تكون ملغمة بالمثل لقتل وترويع الصينيين عندما تصعد الصراع وحذرت امريكا شعبها الصين بدأت تشعل الحرب في مواجهة السلع والمنتجات اللي بتستوردها امريكا ايضا حذرت شعبها من السيارات الكهربائية الصينية اللي بتمتلك نظام كمبيوتري معقد ممكن يكون ملغم السيارات ديت اللي هي السيارات الكهربائية فيها اجهزة الكترونية معقدة جدا محدش يقدر يفق الشفارات بتاعتها غير الدولة المنتجة لها اللي هي الصين وبالتالي من الممكن ان تتحول هذه الانظمة الالكترونية في قلب السيارات الكهربائية الى مصدر للتفجيرات وبالتالي امريكا بدأت تدق اجرس الخطر يا جماعة يا شعب امريكا العظيم اللي انتو بتستوردوا السيارات الكهربائية انسوا بقى السيارات والمنتجات الصينية ديت انتو كمان وقفوها بدأت الحرب الاقتصادية يتم تبادلها ما بين الطرفين طبعا تجاوزت الجريمة الاسرائيلية في لبنان خيال مرتكبيها وصار على البشر في كل بقاع الارض ان يتوجسوا من ان يهاجمهم اعداءهم في عقر درهم بما لا يتوقعونه هكذا تحدثت وسائل الاعلام الدولية كده بقى خربت الالم ده هوت اللي انت سيادتك طالما انك انت ما انتش مصنعه اناش دراني على رأي المصريين انه هو ما يكونش اساسا ملغم جهاز الايباد ده اللي احنا شغالين عليه ما يمكن يتبعث لكود ويتفجر دلوقتي البتاع الكيبورد اللي موجود معايا الماوس اللوجتك المش عارف الايه كل الحاجات ده اللي هي التصناع الامريكي ده او التصناع الغربي من الممكن ان يتحول الى قنبلة موقوطة سرعان ما تنفجر في وجه اي شعب عوزاه الدولة المصنعة اش دراني على رأي الافلام المصرية الهابطة وانا اش دراني كارسة طالما ان الامر كذلك هيبقى كارسة اسرائيل اشعلت الحرب ما بين القوى الكبرى وبعضها طبعا كارسة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لان الوضع طبعا طب انت يعني كل وسائل وقليات الحرب كلها بلا استثناء اصبحت متاحة طب نعمل ايه نستخبخ الدرع على رأي المصريين يقولك فلان الفلاني استخبى لفلان في الدرع يعني رتب له ويخطط له مساعدات عجلة لبيروت السيسي لمقاطي نرفض اي مساس بسيادة لبنان نيورك تايمز بزشكيان يرى ان طهران لا يجب ان تنجر الحرب اوسع نطاقا تفجيرات البيجر وتسميم الادوية تقرأ لنصر الله مسؤول ايران يلوح برسال قوات الى لبنان خلال ايام طبعا ده اللي قاله محمد حسن اختري نائب وزير الخارجية الايران للشؤون الدولية قلب الحرف الواحد احنا ممكن نرسل قوات الى لبنان لمحاربة اسرائيل كما فعلنا في عام 1981 التصريحات دي طبعا بتنسف كل التصريحات اللي نشرتها وسائل الاعلام الغربية منذ ساعات قليلة زعمت فيها ان دولة ايران بتحاول تتراجع وان هناك انشقاق في قلب ايران حوالين الاتفاق على دعم حزب الله هل يتم دعمه ويتم اشعال حرب في مواجهة الكيان الاسرائيلي ولا نستبر شوية طبعا هو ما فيش انشقاق ولا حاجة يا جماعة في قلب ايران ولكنها تقارير كلها في شنك لمحاولة اثارة الوضع في مواجهة دولة ايران اشتركوا في القناة